اهلا بكم المسؤول الظريف رزق قبل ما ابدأ بس اقول لكم حاجة الاخوة اللي باعتين على دلوقتي رسائل على مشاكل جديدة انا فتحت حالا والوقت عادة لكن اوعيدكم اني بكرة هنقولها لاني رسائل خطيرة جدا ومشاكل بجد توجع القلب يعني انما ارجع اقول لكم المسؤول الظريف حتى حقيقة دي رزق يعني حتى هيقول لي حقيقة يعني يعني عندك كده وزير مالية خفيف رجل لطيف قوي وزير مالية العقاد له كلمة حلو قوي في كتاب عبقرية عمر اول سطرين في العقاد تقريبا يعني بيقول العقاد المسؤول هو طبعا بيقول لا ارى لم ارى عقريا يفري فريع ده لكن هو بيقول في الكتاب ده عن المسؤولية تبدل اطوار النفوس ليه بقى ليه افتكرت الجملة دي دلوقتي لانه الاخ وزير مالية ده ابوه كان رجل بسيط اوي كان غفير تقريبا بس شوف هو بقى لما وصل بقى وزير خلصت القصة دي وزير بقى دمه خفيف يلبسك في الحيطة ويتحك نسي وزير المالية لما ابوه كان بيحاول يدخل جمعية ويقبضها الاول نسي لما الست والدته المحترمة الفاضلة كانت بتحاول تدبر له مصاريف الجمعة اللي كانت اتنشر جنيه مثلا نسي انهم كانوا بيباتوا احيانا من غير عشاء نسي انهم لما كانوا بيجيبوا كيلو لحمة في البيت كانوا ممكن يبقوا عاملين حفلة وغرام نسي كل ده وبيكلم على مشاكل بواطن وبيتحك او الله بيبتسم قلت في حاجة في وزير مالية سيسي محمد معيت يعني قلت في حاجة فيه ان اللي قلبه على لسانه وبيكلم بتلقائيه الشديد عن كوارث لو حد تاني مكانه كان زمانه تحاكم في ميدان عام بتقمت نشر أخبار كاذبة والانتماء إلى جماعة إرهابية افتكر كده لما طلع مع نشأة ديه وقال له احنا اتزنقنا في القروض هتعمل ايه لو اتزنقت في القروض هتعمل ايه قال له هستلف تاني هاهاها لا مش بيطحك انا هو اللي عمل كده افتكر كده طيب الفرق بنجيبه بنستلفه بنستلفه باقصاد فوائد وبقى اقصاد القرد نفسه والفوائد بضعيتها نصبوط نوع القديم فالدنيه بضيه ويتبقى لك بس مفيش غير رمية مليار يمتين ولا حق قال قال طب تبشتغل ازاي هستلف تاني ايه 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 ليه ليه شايف ان المشكلة مشكلة هستلف تاني يعني هنعمل ايه طيب انبارح بقى في فيديو اجمد بكتير قوي لمعيد بيتكلم عن كارثة خروج الاستثمارات من مصر بتكلم عنها الموزيع بتاع قناة الشرق السعودية يعني متحرج وقاعد يقول له والاستثمارات بتتخارج ولا زلت يعني بتتخارج الموزيع طبعا خايف يروح في لاهية خايف يقول تصريح ان الاسثمارات بتخرج تبقى مشكلة فقال يعني وفي رتمة كده في التخارج ده خايا الوزير مري رد علي قال له ايه قال له خلاص ده خرجت خلاص خرجت اسمع تراجع ما هو تراجع خلاص يعني هو ما خرج لا هو خرج خلاص يعني قدر اقول له حياتك اكتب 90% خرج 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 ما عادش حاجة يعني حاجات المتباية بسيطة جدا فهو تراجع لا هو خلاص خلاص المصحف خرج المصحف كنا عادين هنا ورح خرج ده بيكلم على السمارات الدولية العالمية بيكلم على السمارات الخارجية فالرجل يعني متحرج بيقول له يعني فيه يعني الوتيرة يعني عاملة ازاي قال له خرج خلاص الله العظيم كنا عادين نشرب الشيانة ومحمد انا هو وخرجوا احنا عادين ما ليش والله والمصحف ما عندي السمارات الخارجية طب ساعتك بتعمل ايه بقى بالزبط انت كوزير مالية بتشتغل ايه بقى على رأي ماري مونيف في إلا خمسة عن رائعة بديئة خيري انت جاي تشتغلي ايه هو احنا يعني الحقيقة في مصر كده انما خلينا نسأل ايه السمار اللي خرج ده دي يا حضرات الاموال الساخنة اللي خرج من مصر في فترة الاخيرة 90% منه او خرج خلاص هو ما يسمى بالاموال الساخنة اللي قناة مكملين وبرنامج مصر النهاردة استضفنا الدكتور اشرف دوابة الدكتور مصطفى شهين الاستاذ عبدالحافظ وحمود وهبة كلهم حذرونا من هذه الاستثمارات وقالوا ده مش استثمار حقيقي دي اموال ساخنة واحنا كنا فاكرين اموال ساخنة زي بامية ساخنة كده طلعت الاموال دي يا حضرات جاية دور على الفايدة خلاص الفايدة بقت في حتة تانية اعلى هيسيبك ويخرج الكلام ده قلناه في قناة مكملين وقلناه والله هي في برنامج مصر النهاردة بالاسماء السادة اللي ذكرناهم بالاسم النتيجة ان دي اموال ساخنة خرجت ليه بقى لان الفايدة في امريكا ترفعت اكتر فالاموال دي اي حد يدفع فايدة اكتر المستثمين دول يروحوا لها ده مش استثمار ده مش استثمار ده خالص ده بقى في الوقت اللي كان بيتباهى فيه نظام السيسي بالاموال دي كنا احنا بنحذركم منها مش انا انا بفهمش في الاقتصاد لكن الاساس محمود وهبة الاساس مصطفى الشهين الدكتور مصطفى الشهين الدكتور اشرف دوابة الدكتور عبدالحافظ الصوي كل الناس دي حذرتنا من الاموال دي قد يا جماعة اموال طياري اي حد بيدفع اكتر بتروح له معايا تر ترفع انت الفايدة عندك طيب زي ما احنا قلنا الكلام ده قبل كده طيب اذا دي مش فلوس تفتح مصانع ولا توفر شغل ولا بتدفع درايب ولا بتبني اقتصاد دي فلوس شغالة اختف وجري عشان كده ما ينفعش انوالها السمار اشتركوا في القناة